تتراكم الدهون أسفل البطن وتجعل الجسم يبدو بهذا المظهر الغير متناسق نتيجة لتناولك للمزيد من السعرات الحرارية بل إضافة إلى الخمون والعادات الغذائية السيئة فحرق دهون البطن السفلية يكون باتباع طرق صحية سليمة لذلك ابتعد عن جميع الطرق التقليدية مثل وصفة الزبادي والليمون سيئة المذاق ومشروبات لتخصيص البطن السفلية التي لا يوجد منها أي نتائج فعالة وتؤثر على الجهاز الهضمي وابتعد عن أي مصدر إحباط وتابع مشاهدة هذا الفيديو الذي سأتكلم فيه بالتفصيل عن ستة خطوات منزلية حاسمة لحرق دهون البطن السفلية والحصول على بطن مسطحة خالية من أي ترهولات أسباب دهون البطن السفلية دهون أسفل البطن لا تؤثر على المظهر فقط بل لها تأثير عن الصحة أيضا فأثبتت الدراسات أن تراكم الدهون في الجسم وزيادة نسبتها عن المعدل المثالي يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري وقد تؤثر على معدل ضغط الدم ومشاكل القلب كما أنها تخفض من حساسية الأنسولين وقبل أن نتكلم عن خطوات حرق دهون البطن السفلية وددت أن أتكلم سريعا عن أسباب دهون البطن السفلية وسبب عدم حرق الجسم لهذه الدهون بالرغم من اتباعك لرجيم من خفض السعرات والأسباب هي أولا توفير للجسم كميات إضافية من السعرات الحرارية فعند تناول نسبة سعرات تزيد عن حاجة الجسم يلجأ الجسم إلى تغزين هذه الكمية الزائدة عن حاجته في شكل تجمع دهني أسفل البطن أو في الظراعين أو في الظهر ثانيا تناول وجبات محتواها مرتفع من الكربوهايدرات أي النشويات والدهون الغير صحية ومحتوها لبروتيني فقير جدا هذا يحفز زيادة دهون الجسم وبالتالي ظهور أسفل البطن بهذا الشكل الغير مرغوب فيه كما أن تناول الكربوهايدرات بكميات كبيرة يحفز الشهية نحو تناول المزيد من الوجبات والأطعم الكربوهايدراتية والحلويات ثالثا الخمول وعدم القيام بأي نشاط رياضي وهذا سبب رئيسي في ضعف التمثيل الغذائي وتراكم دهون أسفل البطن وضعف عضلات البطن رابعا السبب وراء عدم حرق دهون البطن السفلية وثباته على نفس الحجم والمظهر بالرغم من اتباع رجيم منخفض السعرات هو تناول وجبات الدايت من مصادر غير صحية تحتوي على مكسبات الطعم والمواد الحافظة وتحتوي على الدهون المحولة وهذا ينتج عنه خفض فاعلية الدايت وخمول الايد أي معدل الحرق خطوات حرق دهون البطن السفلية يمكن التخلص من دهون البطن السفلية والحصول على بطن مثالية ذات مظهر جذاب خالي من أي ترهولات أو دهون زائدة فالأمر ليس مستحيلا أو معقد كما تعتقد السبب وراء عدم قدرتك على التخلص من دهون البطن السفلية في المرات السابقة هو اتباعك لخطوات غير علمية وخاطئة أدت إلى إهدار الوقت وإصابتك بالإحباط مع عدم الوصول لأي نتيجة مرضية لذلك سوف أذكر لك ستة خطوات للحرق السليم بأقصى سرعة كل ما عليك هو تطبيق النصائح الستة التالية والاستمرار عليها وسوف تلاحظ التغيير والنتائج بنفسك أولا حجيم حرق دهون البطن السفلية من التخلص من دهون البطن السفلية يجب خفض دهون الجسم أي أنه لا يوجد دايت محدد لحرق الدهون أسفل البطن ودايت آخر لحرق دهون أعلى البطن حرق الدهون من أي منطقة من الجسم يتحقق عندما نقوم بحث الجسم على استهلاك الدهون الزائدة ويكون ذلك عن طريق خفض نسبة السعرات الحرارية اليومية مما يدفع الجسم لحرق الدهون أسفل البطن أو الدهون الزائدة بشكل عام لتعويض النقص في السعرات الحرارية خلاصة الأمر عليك حساب نسبة السعرات الحرارية لجسمك ثم إنقاص معدل خمسمائة سعر حراري منها ثم قم بتكوين وجبات في حدود السعرات الحرارية بعد عمل التعديل عليها ثانيا تناول الأطعمة الكاملة دائما ما ننصح بتناول الوجبات الصحية أثناء الضايت والتركيز على الأطعمة المفيدة الغنية بالمكونات الغذائية الضرورية والخالية من أي مواد ضارة ومع ذلك نجد أن الكثير من الأشخاص يتناولوا الأغذية الغير صحية ولكن بطريقة غير مباشرة مما يعيق عملية حرق الدهون وأقصد بذلك أن هناك نوعان من الأطعمة هما الأطعمة الكاملة وهي الأطعمة التي يتم شراؤها كما هي دون أن يتدخل في تكوينها ثم طهيها في المنزل بالطرق الصحية مثل شراء صدور الدجاج أو الخضروات أو اللحوم والأسماك نيئة ثم طبخها بالطرق الصحية في البيت وهذا النوع من الأطعمة هو الذي ننصحك بتناوله أثناء الضايت وطوال حياتك الأغذية المعالجة وهي اللحوم المجمدة والمصنعة أو الأسماك المعلبة والدجاج المتبل أو الخضروات الجاهزة وجميع الأصناف الغدائية التي تم تدخل فيها من قبل مصانع أو شركات مثل جميع المعلبات لذلك ننصحك بالابتعاد عنها نهائيا حتى لو كانت توفر لجسمك نسبة بروتين ممتازة ابتعد عنها فهي تحتوي على مواد حافظة هذه المواد تؤثر على نسبة كبيرة من الأشخاص والتأثير يكون على التمثيل الغذائي مما يعيق حرق الدهون فتجد أن حرق الدهون بطيء أو منعدف بالرغم من اتباعك لرجيم قليل السعرات ثالثا قل الفترات الراحة وأكثر من النشاط الحركي أفضل نشاط حركي سيساعدك على تنشيط معدل الحرق وزيادة استلاق دهون الجسم بجانب الضايت هو تمارين بسيطة والتي يمكنك ممارستها بكل بساطة في المنزل أو الشارع أو الجيم فمثلا بدلا من الجلوس طوال اليوم يمكنك القيام بتمرين نط الحبل أو الجري في نفس المكان أو صعود الدرج بدلا من النوم في منتصف اليوم والشعور بالملل يمكنك الخروج والمشي متوسط السرعة لمدة 60 دقيقة استبعد وسائل الراحة مثل المصعد واصعد الدرج بنفسك وإذا كنت في انتظار دور معين في أي مكان فبدلا من الجلوس قم بالمشي في المكان رابعا توفير للجسم المكونات الغذائية الضرورية يجب أن تحتوي وجبات الضايت الخاصة بك على كل العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي وابتعد تماما عن حرمان الجسم من أي عنصر غذائي فقد يؤدي ذلك إلى خمول معدل حرق الدهون والتأثير على الصحة بشكل سلبي أي أنه يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الأغذية الغنية بالبروتين مثل الأسماك والدجاج واللحوم الحمراء والبيض واللبن ومنتجاته ولا تنسى أن كل كيلو من وزن الجسم يحتاج إلى 1.6 بلعشر جرام بروتين في اليوم تناول الكربوهيدرات مثل البطاطس والشفان والقمح والأرز ويجب عليك استبعاد الكربوهيدرات من مصادرها الغير صحية مثل المخبوزات الجاهزة والحلويات والمعلبات مثل رقائق البطاطس والبسكويت وغيرها من الكربوهيدرات الغير الصحية الدهون نجد كثير من الأشخاص يستبعدون الدهون بشكل كامل أثناء الدايت وهذا فعل خاطئ جدا وينتج عنه مشاكل صحية بالغة وقد تقف فاعلية الدايت وحرق الدهون بسبب عدم تناول الدهون كل ما عليك هو استبعاد الدهون الغير الصحية وتناول احتياج جسمك من الدهون المفيدة الغير مشبعة والتي لها دور كبير في إنتاج هرمونات الجسم ولها دور أيضا في امتصاص البيتامينات لذلك يمكنك تناول الدهون من مصادرها المفيدة الغير ضارة وفي حدود سعراتك الحرارية مثل زيت الزيتون والمكسرات وصفار البيض وزبدة الفول السوداني وسمك السلمون وزيت السمك خامسا تناول الأغذية الغنية بالبيتامينات العجز في البيتامينات يؤثر بنسبة كبيرة على التمثيل الغذائي والصحة بشكل عام وخاصة فيتامين دال فعند الإصابة بنقص شديد في فيتامين دال يحدث انخفاض في هرمونات النمو والإصابة بلين العظام وزيادة تراكم الدهون لذلك احرص على الاكثار من تناول الأغذية الغنية بالبيتامينات ومنها جميع الخضروات وبالتحديد الخضروات الورقية مثل الكزبرة والبقدونس والجرجير والسبانخ وأيضا لبروكلي والاهتمام بالفواكه أي أنه يجب عليك تناول طبق من صلطة الفواكه أو صلطة الخضروات يوميا وحساب مكوناته من سعراتك الحرارية سادسا تقوية عضلات البطن اتباعك للدايت الذي تكلمنا عنه سوف يساعدك على التخلص من دهون البطن السفلية ولكن يجب عليك القيام بتمارين لتقوية عضلات البطن حتى يصبح مظهر البطن مزدود ومثالي بلا أي نسبة تراهون ولتحقيق هذا الهدف يجب عليك القيام بتمارين المقاومة التي تستهدف عضلات البطن وتقويها بشكل كافي إذا كنت قد سمعت عن دهون أسفل البطن اضغط لايك وإذا كنت من المتابعين الجدد اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء اكتب لنا في التعليقات من أي بلد أو مدينة تتابعنا نتمنى لك صحة جيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته